السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط في مادة لغتي عنوان درسنا حروف العطف أو أم حتى في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى مع بعضنا قوانين التعلم عن بعد أولى قوانين التعلم عن بعد هي أجلس في مكان هادئ دائما أحرص على نجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة وماذا أيضا؟ أجلس بشكل صحيح أحرص دائما على أن يكون جلوسي جلوسا صحيحا وجلوسا مريحا كذلك وماذا أيضا؟ أحضر أغراضي التي أحتاجها للدرس أحضر الكتاب، دفتري، أحضر أقلامي الرصاص لا أنسى مساحتي وبرايتي وألواني أحضر جميع أغراضي وماذا أيضا؟ أستمع لمن؟ أستمع وأنصت جيدا لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ حتى أفهم الدرس وأستوعبه جيدا وأخيرا أتابع درسي حتى نهايته إلى أن ينتهي الدرس لماذا؟ حتى أفهمه وأستوعبه جيدا كذلك درسنا حروف العطف أو أم حتى لدينا هدف عام هدفنا العام هو معرفة استخدام حروف العطف أو أم حتى ولدينا أهداف خاصة هدفنا الخاص الأول هو أن يتعرف الطالب والطالبة على حروف العطف ثانيا أن يستخرج الطالب والطالبة حروف العطف في الجمل ثالثا أن يقرأ الطالب والطالبة حروف العطف في الجمل أما رابعا أن يكتب الطالب والطالبة حروف العطف في الجمل حروف العطف هيا نرى ما هي حروف العطف سوف نستخرج من بئرنا بطاقات سوف نقوم بقراءتها تحوي على حروف العطف هيا دلونا بالأسفل سوف نقوم بإخراج ورفع دلونا لنرى البطاقة الأولى ماذا كتب في البطاقة الأولى؟ حرف عطف ما هو هذا الحرف؟ هيا نلصقه على الصبورة ثم نقرأه هذا هو حرف العطف هيا نحاول قراءته حرف العطف أو 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 هذا هو حرف العطف الأول هيا نرى ماذا يوجد لدينا في بئرنا نستخرج بطاقة أخرى ونقوم بقراءتها هيا نرفعها للأعلى نرفع دلونا للأعلى خرجت لنا بطاقة ماذا كتب على البطاقة؟ هيا نرى سوف نلصقها ألصقناها على الصبورة هيا نحاول قراءتها حرف عطف جديد أم أم حرف العطف أم حصلنا على حرف العطف أو وحصلنا على حرف العطف أم هيا نستخرج بطاقة أخرى دلونا بالأسفل هيا نرفعه أخرج لنا بطاقة ماذا كتب على البطاقة؟ هيا نلصقها على الصبورة حتى نستطيع قراءتها حتى 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 كتب على هذه البطاقة حتى 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 لدينا ثلاثة حروف العطف أو أم حتى هيا نكمل حروف العطف أو أم حتى حتى هيا نرى أنثلة على ذلك حرف العطف أو هيا نرى ونقرأ المثال إركب الدراجة أو سر على قدميك إذن هناك خياران الخيار الأول هو إركب الدراجة أو سر على قدميك ما هو حرف العطف المستخدم؟ هو أو أو هذا هو إذن حرف العطف المستخدم أو هيا نقرأ الجملة خلف المعلمة إركب أحسنتم الدراجة رائع أو أحسنتم سر رائع على ممتاز قدميك إركب الدراجة أو سر على قدميك لدينا جملة أخرى اشرب العصير أو الحليب إذن اشرب العصير أو ماذا؟ أو اشرب الحليب أين هو حرف العطف المستخدم في الجملة؟ هذا هو حرف العطف المستخدم ما هو؟ هو أو أو أحسنتم هيا نرى حرف العطف أم لدي جملة هل قرأت كتاب العلوم أم كتاب لغتي؟ هل قرأت كتاب العلوم أم كتاب لغتي؟ أين هو حرف الجر المستخدم في الجملة؟ أين مكانه؟ هذا مكانه؟ ما هو؟ هو أم أم حرف الجر أم هيا نقرأ جملة أخرى هل لعب الأطفال على الشاطئ أم في الحديقة؟ هل لعب الأطفال على الشاطئ أم في الحديقة؟ أين هو حرف العطف المستخدم؟ هذا هو مكانه في الجملة ما هو؟ هو أم أحسنتم هيا نردد الجملة خلف المعلمة هل أحسنتم لعب رائع الأطفال ممتاز على رائع الشاطئ ممتاز أم في الحديقة أحسنتم هيا نرى حرف العطف حتى حتى حضر الآباء حتى الأطفال حضر الآباء حتى الأطفال أين هو في الجملة؟ حرف العطف حتى هذا هو ما هو حرف العطف المستخدم؟ هو حتى أحسنتم هيا نقرأ الجملة خلف المعلمة حضر رائع الأباء أحسنتم حتى ممتاز الأطفال ممتاز جدا جملة أخرى يصلي محمد في المسجد حتى أصدقائه يصلي محمد في المسجد حتى أصدقائه إذن أين هو حرف العطف المستخدم؟ هذا هو ما هو حرف العطف المستخدم؟ أحسنتم حتى حتى هيا نقرأ الجملة خلف المعلمة يصلي رائع محمد ممتاز في المسجد ممتاز حتى رائع جدا أصدقائه ممتاز لدي الآن نشاط صغير هيا نرى نشاطنا لون النجمة التي تحوي حرف العطف الصحيح الذي كتب في الجملة هيا نرى نجومنا جملتنا كتب فيها تناول الخضار أو الفاكهة تناول الخضار أو الفاكهة أين هو حرف العطف المستخدم؟ هذا هو أين هي النجمة؟ حتى نلونها النجمة هي التي تحوي حرف العطف أو أو أحسنتم جملة أخرى هل كتبت الدرس على الكتاب أم على الدفتري؟ هل كتبت الدرس على الكتاب أم على الدفتري؟ أين هو حرف العطف المستخدم في الجملة؟ هذا هو أين نجمتنا التي تحوي على حرف العطف؟ أم أم الذي استخدمناه في الجملة؟ هذه هي نجمتنا نلونها هيا نرى جملة أخرى خرج المصلون من المسجد حتى الإمام أين هو حرف العطف؟ هذا هو حرف العطف؟ ما هو؟ هو حتى أين هي النجمة التي تحوي على حرف العطف؟ حتى حتى نقوم بتلوينها هذه هي النجمة نقوم بتلوينها لدي في الأخير توصيات لولي الأمر دائما توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة أثناء الدرس والحرص على جلوس الطالب والطالبة بالطريقة الصحيحة ومساعدة الطالب والطالبة على حل الأنشطة وتعزيز وتشجيع الطالب والطالبة في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة